معانا الاستاذ همام الو الو استاذ همام تفضل ازاك اشهير نعمة وفضل الحمد لله كنتم حضرك طيب وحضرتك طيب وبصحة وبسلام الله يخليه كشهير تفضل يا سيدي سؤالك عندي سؤالين لهم لحضرتك تفضل يا سيدي شخنا بنام بعد بحثات الفاكري انا عسان ستة كده بس حاضر عاصر فالجماعة فيك بيجوله انه صيامك ده ما ينفعل خلينا بس نقول انه احنا صيامك ما ينفعل اولا تبقوني السؤال التاني السؤال التاني هدرك وحنا ما عليش يستاذ همام ممكن تغير مكانك عشان بس الصوت يبدو يبدو الشبكة محتاجة بس غير مكانك سنة بس تفضل يا سيد همام سمعتني يا شيخ انا دلوقتي سامعك اوه قبل كده ما كنت سامعك تفضل السؤال التاني ايوه السؤال والد والدي والدي دايما بيتخنقه على طول طيب طيب يا فاند استاذ همام يبدو ان هو السؤال التاني ان والد والدي ديته بيتخنقه على طوله وهو عايز نتكلم ازاي يحلوا المسألة دي اول حاجة السؤال الاولاني وهو السؤال اللي خاص بمسألة ماذا بمسألة ان هو بيقولوله ان صيامك مش هينفع عشان انت بتنام لغاية العصر اولا رجاء ممكن نوقف مكينات الفتوى اللي عندنا يكفينا البلاء اللي عند الناس ان هم قاعدين يشويهوا مسائل الناس ازاي بتقوم بخدمتهم في مسألة الفتوى او مسألة تقديم الخدمة لهذا الدين المبارك كمان احنا عايزين نزود المسألة فالناس تفتي بعضها فتخلي الراجل اللي هو صايم يفطر عشان هم تبرعوا من نفسهم ونسيوا ان الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تقول لما تصفوا لسئنتكم الكذب هذا حلن وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب عايزين نتقي الله ما نفتريش على ربنا فلو سمحتم ما حد شفت حد اذا ما كانتش من اهل الفتوى اذا كان من اهل الفتوى خلاص اذا ما كانتش من اهل الفتوى خلاص دوت مش عمل ولا مهمته ولا ربنا يحسبه لو انه ما افتاش بالحاكس يا ربنا يحسبه لو انه افتى لان حضرة النبي قال على الذين افتوا بغير علم قال ببساطة خالص قال ايه قتلوهم قتلهم الله إنما الشفاء والعيه السؤال اللي مش عارف يوح يسأل طيب وبالنسبة لحدك صيامك صحيح لكن تضيعك لصلاة الظهر مش صحيح فتتقل الله سبحانه وتعالى حاول تقوم قبل صلاة العصر وتصلي الظهر عشان صلاة الظهر ما تفوتكش لو عملت كده صيامك صحيح ومعلكش اسم لأن انت صليت صلاة الظهر أما صيامك فصحيح الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب وشاوة الفرق من طروع الشمس من طروع الفجر إلى غروب الشمس بس لو واحد بقى يجي يقول لحد انت عشان بتنام كتير صيامك باطل ولا واحد يجي يقول لواحده عشان انت مش محاجبة صيامك باطل بلاش الطريقة دي الصيام صحيح والعبادة الأخرى التقصير فيها حرام يبقى التقصير في العبادة الأخرى حرام لكن محدش يقول لواحد ايه صيامك من صحيح لا صيامه صحيح ونبطل الحكاية دي احنا عشان نحفز واحد نقول له انت عتروح النار ومسالة نواية روح النار دي مش في ادينا احنا عشان نحفز واحد نقول له نبطل شيء صحيح عشان نعقبه لا ده كل ده مش مش طريقة لا طريقة مناسبة في التربية ولا طريقة مناسبة كمان في التعامل مع شراء الله اشتركوا في القناة